عرفة فضاء واسع وواد منبسط تحيط به سلسلة من الجبال على شكل قوس كبير وهو المشعر الأقصى من مشاعر الحج على الطريق بين مكة والطائف حيث يقع خارج حدود الحرم ويبعد عن مكة نحو من 22 كم وعن منا نحو من 10 كم وعن مزدلفة نحو من 6 كم ويعد الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة واحدا من أهم مناسك الحج وأعظمها إذ هو ركن من أركان الحج بل هو ركنه الأعظم وبعرفات جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه من سكى بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا